صلاح؟ آه صلاح أنا عجبني اللقاء بتاع صلاح لأنه صلاح يتكلم فيه من القلب حدوتة إنسانية من طقطة لسلامه عليكم قصة محمد صلاح القصة الملهمة ودي القصة بالمناسبة الأكثر إلهاما حاليا ليه؟ لأنه فيه أطفال زغيرين كتير جدا رياضيين بيحبوا يلعبوا كرة قدم بالتحديد وهم بيلعبوا في بعض الفرق بتاعة نوادي مختلفة مش بس في الأهلي ولا بس في الزمالك ولا بس في المقاولين ولا في المصري نوادي كتير نوادي الكرة اللي موجودة أو النوادي الرياضية اللي فيها نشاط كرة قدم الولاد حطين عينهم على صلاح مش باعتباره النجم المصري محمد صلاح لا ده باعتباره الشاب المصري اللي فتح بوابة العالمية في احتراف كرة القدم على مصر عايها الشاب المصري اللي فتح بوابة الكرة العالمية مش بس للعيبة الأهلي والزمالك لكن لأي نادي الشاب اللي فتح بوابة الكرة العالمية على مصر عايها كويس ليصبح واحد من أفضل ثلاث لعيبة في العالم تاتش وود ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله وبالتالي صلاح رفع البنشمارك بتاع العالم الصغيرين اللي بلعبوا كرة في مصر دول ده مش بس كده ده اللي ما بيلعبش كرة أصبح بيبص على محمد صلاح يبص على بيجرامي يبص على الناس بيقولك الله ده احنا نقدر نوصل للعالمية هو فالحالة بتاعت محمد صلاح هتلاقي شاب مصري أو خلاص بقى ده بقى تلاتين سنة رجل مصري زي ما الكتاب بيقول لطيف مهزب ودود متواضع ملتزم هادئ رب أسرة ابن بار مواطن صالح لما تيجي تشوف بقى العالم اتكلم على حوار أو الحدوتة بتاعت محمد صلاح عاملة ازاي لما تيجي تشوف فيه كام جورنال وكم مطبوع وكم مجلة وكم موقع وكم صفحة فيسبوك القصة فعلا هتحتاج حلقات لو انت عاوز نقرالك كل ما نشر عن صلاح فيها حلقتين تلاتة لو هنقعد نشرح ونقرأ بالراحة كده يعني واخدالك اشتركوا في القناة